السلام عليكم طلاب صف أول متوسط درسنا هذا اليوم دولة معين عرف دولة معين تعدم الأقدم الممالك العربية التي قامت في اليمن ودامت تقريبا من سنة 1300 قبل الميلاد لغاية 630 قبل الميلاد قامت في منطقة تسمى بالجوف وهي منطقة سهلية تمتد بين الأجران وحضر موت إلى الشمال الشرقي من صنعاء في سهل خصد تتوافر فيه مياه ري نهر الخارد وفروعه ومن أشهر المدن المعينية مدينة قرنو أو قرنار والتي تعرف أيضا بمعين وكانت عاصمة الدولة قن قرنو أو قرنار وقد بنيت مستطيلة الشكل في مساحة صغيرة نسبيا وسورت بسور ضخم بمدخلين تحميهما أو تحميها الأبراج الحجرية ومدينة يثيل وتعرف أيضا ببراقش وهي من المدن أو المراكز الدينية المهمة عند المعينين وكان لملك المعينيين ألقابا تذكر إلى جانب اسمه أكثرها انتشارا مزود أي المقدس كان نظام الحكم دينيا والملكية وراثية وربما يشارك الأبن أباه في الحكم وكانت المملكة تتألف من مقاطعات يحكمها نائب عن الملك يعرف بكبير هنا عندي سؤال علل قامت دولة معين في منطقة الجوف لماذا؟ لأنها أرض سهلية يعني يسهل بها الحركة والزراعة وذات تربة خصبة وأيضا مفرت المياه لنهر الخارد ورف وفروعهم قلنا تعريف دولة معين تعد من أقدم الممالك العربية التي قامت في اليمن ودامت قرابة من 1300 قبل الميلاد إلى أو لغاية 630 قبل الميلاد قامت قلنا وين؟ في منطقة الجوف عرفت تعريف الجوف مهم وهي منطقة سهلية تمتد بين النجران وحضر موت إلى الشمال الشرقي من صنعاء في سهن خصب تتوافر فيه مياه ري نهر خارد وفروعهم سؤال عدد أشهر المدن المعينية عدد أشهر المدن المعينية الجواب أولا قرنو أو قرناو قلنا هي عاصمة دولة معين ثانيا مدينة يثل أو يثيل وتعرف أيضا ببراقش وهي من المراكز الدينية المهمة عند المعينيين سؤال ما هي عاصمة دولة معين؟ ما هي عاصمة دولة معين؟ قرنو أو قرناو سؤال ما الألقاب التي كان يطلق على اسم الملك؟ مزود أي المقدس يطلق على الملك وكان لملك المعين ألقاب ما هذه الألقاب؟ تذكر إلى جانب اسمه أكثرها انتشارا هو مزود أو المقدس كيف كان نظام الحكم في دولة معين؟ كان نظام الحكم دينيا والملكية وراثية وربما يشارك الابن أباه في الحكم كيف كانت أو أين كانت تتألف مملكة معين؟ تتألف من مقاطعات يحكمها نائب عن الملك يعرف باسم فراغ كبير هذه صورة لقرناو عاصمة معين سؤال كيف كانت أو كيف كانت تدار مجالس الشيوخ في دولة معين؟ الجواب أولا كانت للمدن المعينية مجالس تدار شؤونها أيام السلم والحرب من مشايخ القبائل وعيان العاصمة اثنين كان اسلوب الإدارة فيها غير مركزي ثلاثة كان لكل مدينة حكومتها الخاصة بها ومعبدها ومجلسها الاستشاري الذي يتولى إدارة شؤونها أربعة يجتمع هذا المجلس ويتم البحث في أمور الضرائب والأمور العسكرية والتصديق على الأهود التي تبرمها الدولة خامسا كانت إدارة المجالس بيد رؤساء ينتخبون لمدة السنة قابلة للتجديد فضلا عن وجود مجالس فرعية أخرى في المدن الكبيرة والأقاليم عن لل وقد عمل المعينيون بالتجارة لماذا عمل بالتجارة؟ الجواب وذلك لأنهم سيطروا على الطرق التجارية بين الشمال والجنوب ولا سيم الطريق التجاري البري من اليمن والشام ومصر تعديل آخر كان المعينيون يدونون الحسابات التجارية بالأبجدية الفينيقية كانوا يدونون الحسابات التجارية بالأبجدية الفينيقية قلنا وهذا يتطلب معرفتهم بتلوين الحسابات التجارية والكتابة إذا اقتبسوا الأبجدية الفينيقية لماذا؟ لسهولة استعمالها لسهولة استعمالها ودونوا بها واستعملوا الحروف في كتاباتهم وربما ربما يكون من المحتمل أنهم أول من اخترع الألف باء ومنهم انتقلت إلى سيناء ثم اليونان إذن من هو أو من هي الدولة التي اخترعت الألف باء احتمال هي الدولة المعينية سؤال ما الدليل على انتشار المعينيين في شبه الجزيرة العربية؟ الجواب دلت النقوش التي عثر عليها في شبه الجزيرة العربية على انتشار المعينيين وتوسعهم خارج بلادهم إذ تم العثور على نقوش في مدينة أولاً قور والوركاء وين؟ في العراق ثانياً مدينة ديدان والحجر شمال ديدان والتي عن طريقها تاجر المعينيون مع مصر ثالثاً جزيرة ديلوس في بحر إيجة وهي أحدى جزر اليونان كما عملوا أيضاً بالزراعة ورعي الماشية واتسم المجتمع المعيني بأنه مجتمع أرستقراطي أي يستخدم العبيد أرستقراطي يستخدم العبيد كما كان للمرأة حرية واسعة ومكانة في المجتمع المعيني سؤال ما المهن التي كان يعمل بها المعينيون؟ كان يعملون في التجارة والزراعة ورعي الماشية هنا صورة أحدى نقوش عثر عليها في شبه جزيرة عربية تعود إلى دولة معين سؤال بماذا اتسم المجتمع اليمني؟ الجواب أنه مجتمع أرستقراطي يستخدم العبيد ثانياً كان للمرأة حرية واسعة ومكانة في المجتمع اليمني لحظة خريطة شبه جزيرة عربية أين قامت دولة معين خريطة لشبه الجزيرة العربية هنا قامت دولة معين نكمل درسنا بهذا اليوم دولة حمير عرب دولة حمير وهي أحدى الممالك العربية القديمة التي قامت في اليمن سكن الحميريون المنطقة الساحلية للبحر الأحمر إذن سكنوا المنطقة الساحلية للبحر الأحمر استطاعوا بعد سلسلة من الحروب والنزاعات من القضاء على مملكة سبب وأسسوا لهم دولة عاصمتها ضفار سنة 115 قبل الميلاد استطاعت أن تمتد نفوذها تدريجيا وأطلق على ملوكها لقب ملك سبأ وذو ريدان بعد استيلاء حميريين على مأرب ثم أصبح ملك سبأ وريدان وحضر موت وأعرابهم من الجبال وتهامة مما يدل على توسع نفوذهم وامتدادهم إذ امتد وشمل منطقة واسعة من سواحل البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي حتى حضر موت وساحل الحبشة كان نظام الحكم ملكيا وراثيا وأطلق على لقب نبع على كل ملك من ملوك حمير حكم اليمن وأول من لقب بهذا اللقب هو الحارث ابن ذي الشمر الحولة حمير هي احدى الممالك العربية القديمة قامت في اليمن سكن الحميريون منطقة الساحلية للبحر الأحمر ما اسم عاصمة دولة حمير؟ جواب ضغار سنة 115 قبل الميلاد زين املأ الفراغات الآتية اطلق على ملك دولة حمير بفراغ جواب ملك سبع وذو ريدان املأ الفراغ اطلق على لقب ملك دولة حمير بفراغ سبع عرف ما يأتي الحارث ابن ذي الشمر هو ملك حكم اليمن في دولة حمير وأول من اطلق عليه لقب تبع سؤال كيف كان نظام الحكم في دولة حمير؟ الجواب كان نظام الحكم ملكيا وراثيا علل أصبحت دولة حمير محط أنظار الفرس والبيزنطينيين لماذا؟ الجواب أصبحت هذه المملكة محط أطماع الفرس والبيزنطينيين الذي قاموا بدفع الأحباش لغزو اليمن سنة 525 ميلادي والسيطرة عليها ولم يكتفوا باحتلال اليمن وإنما جهزوا قائدهم أبره الحبشي حملة للسيطرة على مكة المكرمة لكنها فشلت بأمر الله تعالى وقدرته ومات أبره فيها وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك الحملة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أنم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيلا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأقول صدق الله العظيم وفي عهد الدولة الحميرية متى بدأت اليهودية والمسيحية بالانتشار؟ في عهد الدولة الحميرية متى بدأت اليهودية والمسيحية بالانتشار؟ جواب في عهد الدولة الحميرية وكان انتشار المسيحية تدريجيا عن طريق المبشرين المسيحيين والإرساليات المسيحية في الحيرة وبلاد الشام وفي سنة 340 هاجم الأحباش اليمن واستمروا العفو واستولوا عليها لكن ذلك لم يدم طويلا علل لم يدم طويلا سيطرة الأحباش على اليمن لماذا؟ الجواب استطاع اليمانيون من إخراجهم وقد أطلق على هذه الحملة بالحملة الحبشية الأولى والتي كانت لدوافع والتي كانت لدوافع سياسية واقتصادية وتجارية ودينية هناك حملة أخرى استنجد اليمانيون أو أحنى اليمن بالدولة الساسانية التي كانت على عداء مستمر مع البيزنطيين فساعدهم ملكها أنو شروان بقوة أبحرت في الخليج العربي ونزلت فيه جنوب اليمن في ثماني سفن وصل منها ستة سفن واستطاع طرد الأحباش منها وبذلك تحررت اليمن وأصبح سيد من ذي يزن تعريف مهم وأصبح سيد من ذي يزن الذي استنجد به أنو شروان حاكما عليها إذ وافق على دفع جزية وخراج يؤديهما كل عام بعدها أصبح ملكا على اليمن سؤال متى هاجم الأحباش اليمن متى هاجم الأحباش اليمن الجواب 340 ميلادي إلى 308 و70 لم يدوم طوينا سيطرة الأحباش على اليمن سؤال ما هي سياسة الأحباش مع اليمن ما هي سياستهم الجواب أتبع الأحباش سياسة المهادنة مع اليمنين سياسة المهادنة علل تم القضاء على الدولة الحميرية تم القضاء على الدولة الحميرية الجواب بسبب التعاون البيزنطي مع الأحباش ثم تجهيز حملة عسكرية أخرى بقيادة إرباط تمكنت من القضاء على الدولة الحميرية عفوا رياض تمكنت من القضاء على الدولة الحميرية إذن علل تعليم مهم تم القضاء على الدولة الحميرية الجواب بسبب التعاون البيزنطي مع الأحباش ثم تجهيز حملة عسكرية أخرى بقيادة إرياض تمكنت من القضاء على الدولة الحميرية سؤال آخر ما هي السلع التي كان يتاجر بها أهل دولة الحمير؟ ما هي السلع الجواب؟ بسبب موقعهم على الساحل ساهم في حركة التجارة إذ تاجروا بالبخور واللبان والصمغ كما عملوا بالزراعة واهتموا بإقامة السدود الصغيرة فضلاً عن قيامهم بترميم سد مأرب القديم سؤال ما هي الأعمال التي كانوا يزاولونها أو يزاولها دولة حمير؟ الجواب قلنا في التجارة وأيضاً الزراعة وثلاثة إقامة السدود الصغيرة فضلاً عن قيامهم بترميم سد مأرب القديم سؤال على ماذا تدل النقوش دولة حمير؟ الجواب تدل النقوش التي عثر عليها والتي تعود لأحد ملوك حمير وهو ملك الكرب أنه كان يعبد بسماوي أي بعل السماوات والأرض ومعناه إن اليمانيين كانوا موحلين ويعتقدون بوجود إله عظيم وهو رب السماوات والأرض فضلاً عن عبادة قسم آخر منهم لعدد من الآلهة الأخرى سؤال مهم عدد أهم الإنجازات الحضارية لشبه الجزيرة العربية وبلاد اليمن وبلاد الشام عدد أهم الإنجازات الحضارية لشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام جواب أولاً طوروا علوم البحار ومسالكها وجزرها وثرواتها ومواعيد ظهرت المد والجزر ومعرفة الاتجاهات بالنجوم الثابتة مما مكنهم من احتكار التجارة البحرية بين الدول المجاورة ثانياً ربطوا بين المناخ ومواعيد الزراعة في حوض البحر المتوسط لأهراض تجارية ثالثاً أبدعوا بالحروف الهجائية فكانت الأبجدية سبباً في تقديم التواصل الثقافي بين الأمم رابعاً عرفوا الصناعة والتعليم وبرعوا في صناعة السفن والأصباغ والصياغة الذهبية خامساً قاموا برحلات بحرية حول قارة إفريقيا ووصلوا إلى شبه الجزيرة العرب ومن شرق المحيط الأطلسي إلى الجزر البريطانية وبحر البلطيق ومن البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي استخدموا سادساً استخدموا المقاييس والمكايين في البيع والشراء وسكنوا عفوا وسلكوا طرقاً برية لأغراض تجارية بين اليمن والشام سابعاً بنوا المعابد والقصور والسدود ونقشوا في الصفور